مساء الخير انطلاءاً من أهمية العلاقات بين الناس وبين الإنسان ونفسه بتخلق حالة أو حلقة جديدة من كلام في سرك ومع مروان كل ليلة في عنا حالة جديدة مش هيك مروان؟ هيك يا رغم مساء الخير مساء الخير عليكي ومساء الخير على الناس اللي عملين حالة فعلاً من التواصل معنا على كل الفقرات وعلى البرنامج ومتعليقات ويعني خليني أقولكم أننا نفرح جداً 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 من كل تعليقاتكم وبنستفيد من كل معلومة بتبعتوها لنا أو أي موضوع بتحبوا أننا نتناقش فيه والبرنامج ده يعني ناجح بيكم وأنتم معنا وإحنا معاكم وقاعدين معاكم عشان كده عملنا لكم كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي تقدروا تتواصلوا معنا من خلالها بسهولة سواء على الفيسبوك أو على تويتر أو على انستجرام وكل حلقات موجودة على اليوتيوب خليني كده النهارده في أول حلقة أرى اللي كان ميسج من الناس بعت أنهم لنا على الفيسبوك يعني فيه آه فيه ناس تعلقة تعليق لطيف قوي يعني أماني ياسين منتقول ممكن أعرف معادي البرنامج إمتى فعلاً من أروع البرامج الهدفة اللي الواحد شافها في الفترة الأخيرة وفيه أحمد السيد بيقول البرنامج ما عادش بيجي ليه جماعة البرنامج بيجي بس هو معادي البرنامج تغير البرنامج بقى بيجي بدري شوية بقى بيجي الساعة 9 ده بناء على طلبكم عشان تقدروا تتفرجوا علينا والناس اللي كان بتنام بدري تقدر تتفرج علينا فالبرنامج ما بقاش بيجي عشر ونص بتادينا أن يجي من الساعة 9 فتقدروا أي حد يقدر يتفرج عليه تاني والإعادة تاني يوم تبقى الظهر الساعة 12 ما حدا يقول بينام قبل الساعة 9 ما حدش بينام قبل الساعة 9 خلاص الناس ما لاش حجة وفيه ناس تاني يمبعتين بقى مسجز على البرنامج نفسه يعني فيه محمد البهنساوي بيقول ازايك يا مروان وسلامي الرغدة وطالب أن احنا نعمل حلقة عن الوسايت والمحسوبيات في مصر اللي هي بقت ايه بقت حاجة يعني فعلا بقت مزعجة جدا لناس كتير قوي وفيه ناس كتير قوي على لغة احنا كنا نسا عاملين حلقة على المراس جات يا رغدة جات أسئلة كتير قوي على موضوع المراس وناس كتير تفاعلت ويمكن يعني خلينا نقولك من الكمانس الناس نحن شايفين احنا محتاجين نعمل حلقة تانية ونتكلم تاني في الموضوع ده ليش لا وفيه حسين معوض بيقول مساء الخير على اجمل موزيع وموزيع وتحياتي على فكرة البرنامج بنشكرك جدا يا حسين شكرا وخليكم زي ما انتو كده متواصلين معانا ودونا افكار ودونا كومانس عشان نقدرنا نتواصل معاكم بشكل اكبر ويلا بينا نمتزي الحلقة عشان عندناك العادة معوضية مختلفة جدا النهاردة شكرا لك مروان